في بداية الشهر رح تكون في عندك شوية أوها ممكن أو عم تتعرض لأكاذيب معينة لنصب معين انت عم تنهي هاي العلاقة عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني بتكون موجودة في هاي الشهر أنا عم بقول عم تنهيها فعم بشوف بالعكس من بعد ما كنت محبوس داخل هاي الأوهام أو حتى انت ممكن تكون عيشت حالك في أوهام لأنه هذول الكرتين مع بعض كمان أوهام عم تتذكر شيء قديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا الشخص الأديم عم تترك ثلاث فرص قدامك أو يعني على الأقل عم تترك فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا الشخص شايفي سفر حلو كتير لبرج الحوت ممكن يكون عندك سفر على خير على موضوع انت حابب انك تعمله بتم على خير ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا أو بعيدا عن الحبيب التنتين محتملين هون عم بشوف انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر ما رح تكون بداية الشهر عم بشوفهم في آخر ممكن أسبوع لأنه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعد الطاقات نسيت أحكيها بس نحكي انه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة عم بتكون مائية عم بتكون ترابية عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية ممكن مساءلات ممكن شغلة هيك طارئة دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت أو دخلك في مكان انت ما كنت حابب انك تدخله أو تطرق له ممكن شايف فيه ناصب يعني عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة إما إذا كانت موجودة من الأساس انت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان انت ما رح تكشف الأمور وتضبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر أو هاي هاي ممكن تمتد لنص نوفمبر الطاقة الطاقة مفلوحة على شهر واحد ولكن بتمت الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف في رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايف قدامك طريق شوي صعبة ولكن في بالنهاية في نتيجة وفي حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحيانا فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين إنهم يسافروا هذا بشكل عام شايفي انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة في بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما أعرف شو اللي صاير لهالدرجة لحتى أنت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا وأكنوا يمكن في عندك أنت كمان علاقة ثلاثية أو هو عنده علاقة ثلاثية أو الاتنين مع بعض ما بعرف بس أكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم بيستعيد زكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي أنا فيه انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي فيه التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا فيه يعني فيه اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار بأنه يعني الأمور تتزبط بناتكم أو الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة أو أنتو الاتنين مع بعض رح يكون إذن فيه نهاية للحيرة رح يكون فيه نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي أنه الشريك رح يقدم لك مثل أدلة مثل شغلات أمور يعني أمور واضحة يوضح لك إياها يحاول يوضح لك الصورة الأمور هذا الشي بشوفه بالأسبوع التالت أكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان أو حتى من أول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوفك إذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذيرين من هاي الأمور إنه ما تخرب حياتنا خاصة إنه أنت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري أكتر يا حوت مع إنك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لشي كان يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الأفق قلنا في انتهاء للعلاقة ثلاثية ولكن ممكن تمتد لنوفمبر لأنه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم هدعش لخم اتناعش فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف مسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب أو كلمة منه مسج معينة ما قادر يقولها نفس الكرت اللي تطلع لبرج يمكن الجوزاء بيقول لك إنه هو كوعد أو وعد هو إنه رح يحق لك الأمان اللي انت بتحلم فيه رح يحق لك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة في عرض معين هو رح يقدم لك إياه بس بيقول لك ويت كمان ويتمي إنه استناني فيه فيه أمر هو مخبيه لإلك فيه أمر هو بده يوضح لك إياه وكأنه هد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه حب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف نشوف أوراكل للحوت حفا يحوت بكفي 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 كذا اطلع للأماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك إلك فترة وأنا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا فبس بيقولك هفا حاولت تخفف عن نفسك بأنك تعطي حالك طاقة إيجابية زي ما قلنا تطلع على أماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبس منا لكم شهر سعيد حبايدي بشوفكم بالفيديو الجامعة